أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تقول ابن الجوزي رحمه الله بالله عليك تدبر حلاوة الكف أو تذوق حلاوة الكف عن المنهي فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة على رأس هذه الطائفة يوسف عليه السلام فإن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين في حياته البلاء الأول لما ألقاه إخوته في الجب وهو صغير لا يدبر أمر نفسه فلطف الله سبحانه وتعالى به فلما أتت الزمرة وأدل أحدهم دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو ورآه جميلاً قال يا بشرايا هذا غلام وأخذوه وباعوه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبوه نبي وجده نبي وجد جده أبو الأنبياء فكان من تقدير الله سبحانه وتعالى له في هذا البلاء التمكين الأول لأن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين بعد كل بلاء تمكين البلاء الأول كما قلنا هو أنه ألقي في الجب ولا يدبر أمر نفسه فلما بيع بثمن بخس ودخل بيت العزيز كان له أول تمكين وهذا التمكين هو أعظم التمكينين لأنه مكن أولاً من قلب العزيز وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف هذا هو التمكين الأول أن يدخل المرء قلب أحد وأنا أقول هذا لكل رجل تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا استطعت أن تتمكن من قلوب الناس نجحت في دعوتك بخلاف الذين يستخدمون الغلظة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باسم الغيرة على الدين وباسم الغيرة للسنة فإن الغيرة على الدين والغيرة للسنة شيء جميل ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ولو تدبرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيت أنه كان يستخدم الرفق مع الأعراب أكثر من الذين كانوا يساكنونه في المدينة حتى قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هذه معنى كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع فلربما جاء رجل جاف لم يتعلم الأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام فلربما تجاوز في العبارة هو يسأل فيرفق به النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن عبد الله بن أبي ابن سلول ابن سلول وأنتم تعلمون أنه كان رأس النفاق لما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا ينبغي حتى أراد بعض الصحابة أن يقتله فعلم عبد الله ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان صحبيا جليلا وأبوه كان رأس النفاق لما علم عبد الله ابن أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه يريد أن يقتل أبا عبد الله يعني فقال أتى عبد الله ابن وقال يا رسول الله والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه فلا أحب أن أرى قاتل أبي أنا أقتله لكن لا أحد يقتله غيري والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه فقال له عليه الصلاة والسلام بل بر أباك وأحسن صحبته لما أراد بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه هكذا بالجمع أصحابه مع أن المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجل واحد لكنه قال أصحابه هكذا بالجمع ليه؟ لأن الناس يزيدون في الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا واحدا على ما يصل للتاني يبقى قتل اثنين يبقى قتل ثلاثة يبقى قتل عشرة أحد ما يصل إلى آخر البديئ يبقى قتل مجموعة من أصحابه فهذا يصد الناس عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقتلوا فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالرفق هو الذي يدخلك قلوب الناس فإذا ما دخلت قلوب الناس نجحت دعوتك ولذلك الأعداء أو خصوم الدعوة إلى الله عز وجل يلجأون إلى التهويل وإلى الكذب وإلى رمي الدعاة إلى الله عز وجل بالنقائص يعني فيه تهم معلبة جاهزة تهمة الإرهاب وتهمة التطرف وتهمة التشدد الكلام ده كل تهم معلبة وأنهم يحرمون ما أحل الله لدرجة أنه قيل لي إن بعض الناس ألف كتاباً وكأنه نزل في الأسواق يعني ما أدري هل نزل في الأسواق أم لم ينزل في الأسواق اسمه عيوب المنهج السلفي اسم الكتاب كده عيوب المنهج السلفي طيب ما هو فحو هذا الكتاب على حسب ما حدثني صاحبي يقول إن هؤلاء يحرمون الطيبات ويشددون على الناس في الوقت الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسهل للناس أمر دينهم وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما وإلى آخره طيب نحن بلا شك ندعو إلى هذا المنهج من يوم أن عرفنا أيماننا من شمائلنا بحمد الله تبارك وتعالى ندعو إلى المنهج أنا أتحاكم إلى العوام عوام الناس الذين أسمعوننا في جنبات العالم وهم بالملايين هل شعروا في يوم من الأيام أننا حرمنا عليهم الطيبات هل شعروا في يوم من الأيام أننا شددنا عليهم في شيء أباحه الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الملايين الذين يتبعوننا في جنبات العالم ويصغون إلى كلماتنا ويرون أنهم عرفوا الدين الصحيح هل فعلا شعروا بهذا التشدد من جهتنا مثلا وأننا حرمنا عليهم الطيبات وأننا يعني ضيقنا عليهم ما وسعه الله سبحانه وتعالى الذي أراه أنا بنفسي وأظن غيري يرى هذه الرؤية أن اتباع الملايين لهذه الدعوة المباركة دعوة القرون الثلاثة الأول لهي أدل دليل على بطلان هذه الدعاوة نحن ما شددنا أبدا في شيء وسعه الله عز وجل على الناس أبدا يعني لما أنا قلت مرة من المرات والحديث صحيح البخاري أن امرأة مات زوجها فمعروف أن المرأة المحدة أنها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين في مدة العدة وفاء للزوج الذي مات فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة إليه وقالت إن مرضا أصاب عين ابنتها المحدة قالت أفك أفنكحلها قال لها لا روى قاسم بن أصبغ في مصنفه بسند صحيح بسند البخاري قال لا وإن ذهبت عينها فلما ذكرت هذه الزيادة بعض الناس زعم أن هذا تشدد وقال أين القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات يعني امرأة مرضت وأن عينها ستذهب يقول لا وإن ذهبت عينها طيب إزاي والعين غالية بل تباح الضرورات لأقل من ذلك تباح الضرورة لأقل من ذلك فكيف يمكن أن يقال لا وإن ذهبت عينها فنقول ليس في هذا تشدد مطلقا ومعاذ الله أن يكون كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا قال لا وإن ذهبت عينها لهبا لأن هناك أدوية أخرى بخلاف الكحل وهو الصبر مثلا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن امرأة أو عن رجل أصابه ألم في عين فقال ليضمضه بالصبر طيب إذن فيه دواء آخر فإذا كان هناك دواء آخر فلا يحل أن يستعمل المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى الكحل وإن كان فيه دواء إلا أنه زينة والزينة تحرم على المرأة المحدة يبقى لا يجوز لأحد أن يستعمل شيئا حرمه الله عز وجل وهناك بديل لكن لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد بديل عن هذا فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات خلاص يعني الله عز وجل حرم الميتة والدم على المسلم ومع ذلك أباح الميتة والدم للمسلم إذا وقع في باب الاضطرار يأكل ييموت قال له لا أكل الميتة خلاص إذن ليس هناك تشديد من قبلنا لكننا أسرى للنص الجماعة اللي بعيرون قال التراثيون قال النصيون أقول كما قال ابن الزبير عبد الله ابن الزبير لما عيروه مرة فقالوا له يابن ذات النطاقين ذات النطاقين لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فكان الحجاج ابن يوسف الثقفي يعيره يقول يابن ذات النطاقين فقال تلك شكات ظاهر عنك عارها يعني حادي حاجة أنا أفتخر بها فكيف تعيرني بما يفتخر المرء به فكل يعني التهم المعلبة يرمى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يرمون بالتراثيين وبالنصيين وبالإرهابيين وبالمتشددين هذه كلها تهم المعلبة فأنت إذا كنت أساساً وإنت ماشي يعني على الصلاة المستقيم وأنت من أرفق الناس بالناس ومع ذلك ترمى بهذه التهم المعلبة فكيف لو كنت غليظاً يبقى أنت حينئذ تحقق تهم هؤلاء الناس إليك عشان كده الرفق 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 أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى استعملوا الأخلاق النبوية إذا دخلت قلب الناس خلاص ممكن لك التمكين في الأرض لا يكون إلا بعد أن تدخل قلوب الخلق عشان كده يوسف عليه السلام أول تمكين له أنه دخل قلب العزيز قبل أن يمكن على قبة يعني المالية في مصر لما قال في التمكين الثاني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فأمسك بالخزائن كلها ودي لها يعني يعني محور سأتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا التمكين الأول الذي كان ليسف عليه السلام أنه دخل قلب العزيز وذا ربنا عز وجل قال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفِ ده التمكين له